جمعية أبناء الجولان الخيرية بالتعاون مع مديرية الثقافة أقامت حفلاً فنياً تضامناً مع أهالي الجولان المحتل ورفضهم لقرار كيان العدو إجراء انتخابات مجالس محلية عابي عبره من خلال هذه الوقف عن سمود وثباته وتمسكه بهوية العربية السورية تمسكه بانتماءه لوطنه الأم سورية رفضه لكل قرارات كيان الاحتلال ومحاولاته لتهويد أرض الجولان أو سلخ الجولان عن وطنه الأم سورية هذه الفعالية اليوم هي مهدات لأهلنا بجولان السوري الحبيب بمناسبة الوقف اللي قاموا فيها أهلنا برفض انتخابات أو قرار بفرض انتخابات المجالس المحلية بالجولان السوري وهذا من عدو نحن بداية لفرض جنسي وأكيد رح تكون ساقطة حكماً مثل ما سقطت ب82 بفترة الأضراب الكبير خلال الحفل ألقيت عدة كلمات أكدت الوقوف مع الجولان المحتل بوجه كل المخططات الرامية للتهويده بل إضافة إلى تكريم المشاركين في الحفل وأصحاب الأياد البيضاء نحن نعتبر دائماً الجولان هو قلب سوريا والمطلوب دائماً أن نقوم بجنب شعبنا الصامد بالجولان سابقاً واليوم والمستقبل جبل العرب لن يتجزأ عن سوريا الأموة خاصة أرضنا وشعبنا الحبيب بالجولان نحن وقفين وقف تضامني وقف أخوي وقف أهلي مع أهلنا في الجولان لأن جولان العربي السوري لا يمكن للإحتلال الإسرائيلي أن يمحو هذا التاريخ لأنه قطع من سوريا لذلك حاولنا من خلال المسرح أن نؤكد من خلال الكلمة ومن خلال رقصة ومن خلال الفن أن جولان العربي السوري هو جزء من سوريا وإن شاء الله في القريب العجل سوف يكون في حضن الوطن نوجه تهيئ التاحية لأهلنا بالجولان وصمودهم وكبرياءهم وإني أهل التصدي وأهل الصمود كما قام أحد أبناء الجولان المحتل بتوجيه كلمة شكراً لسوريا ولمواقفها المشرفة مشيداً بصمود وتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري بوجه هذه الحرب الكونية مؤكداً وقوف أبناء الجولان المحتل مع وطنهم الأم ورفضهم لكل مشاريع التهويد وعدم تنازلهم عن الهوية السورية مهما بلغت التضحيات